اشتركوا في القناة جدا علشان يهنها بس لما بتجري سيا وبتقرب منه بيخاف منها وبيقول لها ان فرصتها خلصت وبعد شوية بتعرف سيا انها ما تقبلتش في الدور وده اكيد بيبقى بسبب تشو وبتروح سيا اللي بيت حبيبها جيا وبتكون جايباله اكل بس هو بيكون قلقان وبيقول لها تيجي معا المكتب بس هي بتكون تعبانة وبتقول له هتدخل ترتاح شوية لكن بتلاقي ساحبتها من الجامعة كين عنده في الغرفة وبتعرف انه كان بيخنها معاها ولكن من بجاحة كين بتقول لها ان جاية كان عاوز يسيبها من فترة بس مكسوف منها وبتنصحها انها تمشي وتقطع علاقتها بيهم فبتمشي سيا وهي زعلانة واول ما بتنزل الشارع بتفقد الوعي وبتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى وبتعرف ان عندها سرطان في الدم ولو ما لقيتش متبرع بنخاء الزام مطابق لها فممكن فرصتها في الشفاء تقل وبعد فترة من الكشف بتعرف ان حالتها ندرة وما فيش غير واحد بس يقدر يتبرع لها بنخاء والعظمي وموجود في المستشفى دي ولكنه رجع في قراره ومش هيتبرع فبتطلب سيا من الدكتور انها تعرف هو مين وهي تقدر تقنعه بس الدكتور بيقول لها دي معلومات ما ينفعش شاركة معاها وبيجيله حالة فبيستأذن الدكتور من سيا انه هيروحه خمس دعاق ويرجع لها وبيسيبها في المكتب فبتمسك سيا الفايل بتاع الدكتور وبتعرف ان المتبرع اسمه لينك فبترجع بيتها وبتبحث عنه وبتعرف انه رجل اعمال مشهور ورئيس لشركة الكتورنياته غني جدا وكمان شركته بتبقى راعي الرسمي للشركة اللي هي شغلة فيها بس بتدخل على سيا فيفي وتبقى صديقتها المقربة وبتشوف فيفي لابتوب سيا وبتعرف انها بتبحث عن لينك وبتقول لها انها مش بتضيع وقت وبتحاول تلاقي بديل احسن من حبيبها القديم جاية ومش بتكون عارفة ان سيا تعبانة فبتقول لها سيا في وتنها وبتعرفها انها مريضة سرطان في الدم والوحيد اللي قدر اتبرع لها بنخاعه هو لينك فبتتصدم فيفي وبتزعل منها علشان ما قررت لهاش بس بتحاول تساعدها وبتقومه بطرقتها بتعرف ان لينك هيكون موجود بكرة في نادي خاص وبتجمع عنه كل المعلومات وتاني يوم بتروح سيا مع فيفي وبيرقب بصالة السباحة للينك فيها وبتقول لها فيفي ان اللقاف بيرقب الدنيا ده يبقى المساعد بتاعه واقرب حد ليه واسمه وين وتاني اقرب حد للينك بيكون الفنانة تشو لانه بيبقى صديقه المكرب فبتقع فيفي على الارض وبتعمل نفسها تصابت وبتفضل سيا تصرخ وبتخلي وين يجي علشان يساعدهم وبيكون بيقرف انه يلمس حد غريب فبتستغل لسيا ان فيفي مسكها وبتدخل للينك بسرعة ولما بيشوفها بيبقى انفكرها بتشحت بس هي بتقوله انها عايزة منه خدمة وبتسأله لو هو المتبرع بنخاعه العظمي فبيقولها انه فعلا كان هيتبرع بس فكروا رجع في قراره فبتفضل سيا تتحايل عليه علشان يعالجها ويكون سبب في شفاقها بس هو بيقولها انه غني ومفيش حاجة هي تقدر تقدمها له فبترمي سيا نفسها في حمام السباحة وبتمثل انها بتغرق بس هو بيكون عارف اللي هي بتعمله وبيكشفها وبيبعد عنها وبتحاول سيا انها تقابله تاني يوم وتتكلم معاه بس كل الطرق بتتقفل في وشها وبيكون عليه حراسة كبيرة ومش بتعرف توصله لحد ما في يوم بتستنبر شركته ولما بينزل بتنادي عليه وبيقف لها وبتقوله انها تعمله اي حاجة بس يساعدها ويتبرع لها لكن هو بكل برود بيقولها انه هيساعدها بس بشرط وهي انها تتجوزه وبتبقى سيا مش مصدقة اللي هي سمعاه لكن بتركب مع العربية وبتعرف انه بتكلم بجد وكمان بيديلها الكرت بتاعه وبيقولها تفكر وترد عليه فبتروح وبتحكي لفيفي وبتقولها فيفي انها كانت دايما بتشوك في علاقته مع تشو وبتحس انهم مش مجرد صحاب وكأن في بينهم علاقة مش تمام لان تشو بيغير من اي حد يقرم من لينك وعلشان كده هو عاوز يتجوزها علشان يستخدمها كسطارة من الاعلام وبتكونها توافق وتستفيد وتفيده هو كمان وبتتصل فيفي بلينك وبتخلي سيا تكلمه وتتفق معاه على ميعات وبتروح سيا للشركة بتاعت لينك وبتبقى مستنية وين يدخلها بس بتلاقي فيه معجبات كتير بيتلامه حوالين واحد وبتطلع سيا تليفونها وبتصور وبكون تشو الاول ما بيشوفها بيقولها انها اكيد بترقبه علشان معجبة بي وكمان عايزة تاخد دور في الفيلم فبتقول له سيا انها مش مهتمة بي ولا بالفيلم وبيجي وين وبيدخلها ولما بيشوف تشو وبيعرف انها دخلة لينك بيتصل بي وبيقول له انه مش موافق انه يبقى ليه علاقة ببنت زي دي فبيقول له لينك يخليه في حاله ما يرقبوش وبتدخل سيا وبتبقى عايزة تسأله هو هيستفاد ايه لو اتجوزها بس هو بيخرسها وبيقول لها انه محتاجها تيجي معها حفلة واتمثل انها حبيبته وبيشتري لها فستان وبيلبسها عقد غالي جدا وفعلا بتروح مع الحفلة وبتكون في معرض مجوهرات والاغنية ورجال الاعمال بيكون هم بس اللي موجودين في المكان ده وبيروحوا تشوه وبيكلم سيا وبيقول لها انها اكيد بتخاطط لحاجة علشان تستغل لينك بس هو مش هيسبها تتهنى وبيبقى غيران جدا منها بس هي مش بتديله اي اهتمام لكن سيا بتشوف جيا وكين وبتبقى عايزة تهرم منهم بس كين بتبقى حطة دماغها بدماغ سيا وعايزة تستفزها وخلاص وبتقول كين انها عايزة تشتري العقد اللي على رأي بتسيا وبتبقى مفكرها مجرد عارضة في الحفلة فبيتهور جيا وبياخد العقد بتاع العقد وبيمضي عليه وبيقول ايا كان السعر هو هيقدر عليه وبيبقى مفكره انه لو غالي فهيبقى سعره اكتر حاجة 5 مليون دولار ولكن بيجي لينك وبيصدمه وبيقوله انه مش هيقدر على سعره لان سعره 50 مليون دولار وبيتحط جيا في موقف محرك لانه كده مضى على العقد وهيتحبس بس لينك بيقوله انه هيشتري هو العقد ده وهيعفيه من اللي هو عمله بس بشرط انهم يعتزلوا لسيا وبالفعل بيرد لسيا كرامتها وبتمشي فبيقطع لينك العقد وبيمشي هو كمان وبيسيبه في كسفته وبنعرف ان لينك اشتري العقد ده لجدته وبياخد سيا علشان يوصلها بس تلفونه بيرنه بتكون جدته فبيخلي سيا ترد وبتكون جدته فرحانة جدا لان ابنها مرتبط وبتقول لسيا انها عايزة تشوفها دلوقتي فبتروح مع لينك وبتكون جدته في المستشفى وتعبانة وبتبقى كل امنيتها انها تشوف لينك مستقر ومتجاوز قبل ما تموت فبتصعب على سيا وبتطلع سيا مع لينك بره غرفة جدته وبتقول انها موافقة تتجاوزه وتاني يوم على طول بتروح سيا للينك الشركة وبتمضي عقد لان موضوع جوازهم هيستمر لمدة سنتين وبالفعل بيتفقوا وبيروحوا يتصوروا وبيمضوا عقد الجواز وبيخلصوا كل المواصيق القانونية وعلى طول بيخلي لينك وين يزبط معاد مع المستشفى علشان يتبرع على سيا النخاع بتاعه قبل ما مرضها يزيد والاتنين بيعتبروا اللي بينهم مجرد شغله بس وبعد ثلاث شهور من تبرع لينك لسيا بالنخاع بتاعه وهي بقت كويسة بعد الوقت اللي المفروض هي تسيب شاقتها وتروح تعيش معاه في بيته وبتوضع صديقتها فيفي وبتاخد حاجتها وبيخدها وينة علشان يوصلها وفي الوقت ده بنتشوف تشو رايح بعربيته علشان يستقبل بنت لسه راجع من السفر وبنعرف ان اسمها آن وتبقى صديقته هو ولينك من الطفولة ولكنها بتكون شايلة لينك مشاعر وبتقعد مع تشو وبتسأله عن احوال لينك فبيقولها زي ما هو ما تغيرش من اخر مرة شافته فيها وبتسأله لو لقي البنت اللي تستهله ولا لأ فبيقولها تشو انه عارف انها بتحبه بس لينك بيعتبرها اخته وبينصحها تخرج الموضوع من دماغها بس هي بتكون عنيدة وبتطلب منه ان يوصلها ليه علشان تسلم عليه وفعلا بيوافق وبياخدها علشان يوصلها وفي الوقت ده بتوصل سيا لبيت لينك وبتستقبلها الخدامة واللي بيكون اسمها هوانك وبتطلع سيا لغرفة علشان تحط حاجتها بس بتلقى فيه نقطة مية بتنزل عليها ولما بتبص وراها بتلاقي لينك وبيقولها ان دي غرفته وانها تروح غرفة تانية علشان تاخد راحتها احسن وعلشان هو مش بيكون لابس حاجة غير الفوطة بتكون سيا متوترة منه وهو عمال يقرب منها ويوترها اكتر لحد ما بتدخل عليهم اين وتشو ولما بتشوفهم اين بتتصدم فبيطلب لينك من تشو انهم يستقنهم تحت على ما ينزلوا لهم وبعد شوية بيكون لينك لبسه وخاد معاه سيا وبتكون اين غيرانة ومفكرها صاحبته بس لينك بيقولهم ان سيا مراته دلوقتي وتجوزها من ثلاث شهور فبيتصدموا الاتنين وبيقول لتشو انه صديقه المقرب وكان لازم يقول له بس اين بتكون جابت اخيرها وبتطلب من تشو انه يوصلها بيتها وتاني يوم بتصحع سيا وبتلاقي هوانك محضر الفطار وبيكون لينك مستنيها فبتطاقة تفطر معاه وبيتلاقيه بيدلها بطاقة اقتمان وبيقول لها ان ده مخصوص لعيلته هو ودي بطاقة مميزة وفيها فلوس كتير علشان هي دلوقتي مراته وبيقول لها الرقم السري فبتقول له سيا ان ده عيد ميلادها وبتبقى مفكرة بيحاول لطف الجوا بينهم ولكنه بيقول لها ان ده برضو عيد ميلاده وبتكون صدفة غريبة وبترجع سيا للشركة اللي كانت بتجيب لها ادوار التمثيل بس بتلاقي وكلة اعمالها ليسا متعصبة منها لانها بقالها ثلاث شهور واخد اجازة وما تعرفش انها كانت بتتعالج وبتقول لها ان في حد سيكتمع فيه الممثلين وهيروح تشوف فيها مع فنانة اسمها ين وبتقول لها انها ممكن تروح مع ين على انها مساعدتها بس بشرط انها تطلب منها ده بنفسها ولما بتخرج سيا بتلاقي تشوفه وشها فبتحاول تستخبى منه بس هو بيروح لها بنفسه وبيحاول يعصبها بس بتلاقي سيا ان ين وقف جنبه فبتسلم عليه وبتبعيز تفتح معها موضوع الحدث بس سيا بتكون مغرورة وبتقفل كلام معها وبتمشي وبيضحك تشوع عليها علشان مش عارفة تستغل لاسم لينك وبتروح سيا لصاحبتها فيفي وبتتمشى معاها وبتحكي لها تفاصيل يومها بس فجأة بيعدي حرامي وبيسرق محفظة سيا اللي بيكون فيها بطاقة ائتمال لينك وبتفضل تجيره عراه بس مش بتعرف توقفه وبتبقى خايفة علشان لو لينك عارف هيدايق منها بس الصدمة انها بتلاقي الحرام يرجع بنفسه وبيديلها المحفظة هو خايف وبيقولها انه آسف وبيطلب منها تقبل اسفه وبيطلع يجري وبتلاقي سيا ان المحفظة ما نقصش منها اي حاجة وبتبقى مش فهم اي اللي حصل وبيتصل لينك بسيا وبيقولها ان جدته عزمهم على الغد النهاردة وبيبقى عايزة تيجي معاه وبيكون هناك برضو آن وتشو مع زمين وبيحاول تشو طول الاعداء انه يحرق سيا ويبين للجدة ان سيا ما تعرفش حاجة عن لينك ولكن لينك بيصلح كل اخطاها يعني في مرة بتأكله سيا فلفل وكلهم عارفين ان لينك مش بيحب الحاجات الحرائة بس هو بيأكلوا منها وبيقول انه هيتغير علشان هي وبتتغاز آن وبتقول لسيا انها عايزة تبقى صاحبتها وفي يوم لازم ينزلوا يتسواه سوا وبيعود تشو مع لينك وبيقول له انه بين قوي ان سيا بتستغله وعايزة منه مصالح وهتجرحه في الآخر بس لينك بيقول له انه مفيش حد يقدر ينصب عليه وانه فاهم سيا غلط وتاني يوم بتفتر سيا مع لينك وبيكون بقها متبهدل بالأكل ولما بيحاول لينك انه يمسحولها بأيديه بيتوتر وبيشرب اللبن وبيقول لها انه متأخر ولازم يروح الشركة وبيبقى عاوز يوصلها في طريقه وبالفعل بيوصلها للشركة اللي هي شغالة فيها وبيديلها خاتم وبيبان عليه انه غالي جدا وبيقول لها تلبسه علشان هي مراته دلوقتي بس بمجرد نزولها من العربية بتقلعه علشان بيبقى غالي ومش عايزة تضيعه وبتكون سيا في الحمام وبتسمع بنتين بيتكلموا على ان الفنانة ين بتحاول انها تقرم من لينك لانه غني ومشهور فبتيجي لسيا فكرة رهيبة علشان تخليين تجي هي بنفسها وتكلمها وبتطلع للبنتين وبتقول لهم انها تعرف لينك لانها تعرف الخادمة اللي في بيته وعلى طول بتلاقيين بعد شوية جاية ليها وبتقول لها انها سمت انها تعرف لينك وتقدر تجيب لها معلومات عنه وبتطلب منها اي طريقة علشان تقرب بيها منه وبتبقى دي اول مرة سيا تستغل انها مراته ولما بترجع البيت بتطلع غرفته وبتدور على حاجة تقدر تعرف من خلالها هو بيهتم بايه بس بتلاقي صورة وفي الصورة دي هو بيبقى متصور برجل آلي فبتعرف انه بيحبهم بس لما بتجي تمشي بتلاقيه في وشها فبتقوله انها بتشوف حالد وغرفة جزها لانها عايزة تهتمي بيه وتاني يوم بتشتري سيا نفس الرجل الآلي اللي هي شافته وبتروح لين وبتدهولها وبتقول لها ان لينك بيحبه فبتاخدها يين معها وبتروح تقابل لينك وبتقوله انها عارفت انه بيحب الحاجات دي بس لما لينك بيشوف الرجل الآلي بيضايق جدا وبيقولها شكرا وبيمشي فبتتعصبين على سيا لانها كانت فكرة انها بتجذب عليها وبيكون لينك بيسمعهم وبيعرف ان سيا كانت بتدور في غرفته على اي حاجة وبيحبها علشان تخلي يين توديها معها الحدث فبيرجع لينك لييني وبيقولها ان الهدية عجبته وبيشكرها وبياخدها منها وبيمشي فبتفرح يينو بتقول لسيا انها ظلمتها وعلشان هي وفت بوعدها معاها هي كمان هتوفي بوعدها وبتقول لها انها تبقى مساعدتها في الحدث وبتحسي سيا انها زعلت لينك فبتروح تشتري له دي وبتلاقي ربطة عنق حلوة ولسه هتروح تشتريها بتلاقي شاب راح قبل منها فبتستأذنه سيا وبتقول له انها متخنقة مع حبيبها وهتقدر تصلحه بربطة العنق دي فبتنازل عنها الشاب ده وبيدهلها وبتروح سيا لينك وبتدي له ربطة العنق وبتقول له انها اسفى على العملته ولكن الغريب ان لينك بيسمحها بسرعة وبيقوم يمسك ايديها وبيقول لها انها مراته وبيقرب منها بس هي بتجر وهي مكسوفة وبتدخل غرفتها وهي متوترة وتاني يوم بيشوفه وين ربطة العنق الجديدة وبيقول لينك ان شكلها حلو فبيقوله انها منسية وبيكون فرحان بها جدا وبيكون اليوم ده هو يوم الحدث وبتكون خلاص هي مجهزة كل حاجة ورايحة معين بس الكعب بتاعها بتكسر وبتقع ومش بتبقى قادرة تقوم فبترجع البيت وبتبقى من دايقة جدا لان حظها لوحش مناعة من اهم خطوة في مسارتها وكمان بتتوجع بسبب انها تصابت في جنبها وكاحل رجلها وبتلاقي لينك داخل عليها وبيكون معا مرهم وبيدهن لها جنبها ورجلها وبيقول لها انه ما حصلش حاجة وانها هيجيلها فرصة احسن من الحدث ده وبيهون عليها وبيبوسها من دماغها وبيمشي وتاني يوم بيروح لينك شغله وبتقعد سيا في البيت علشان اصابتها ولكنها بتلاقي كلب تايه وبتعرف انه صاحبه ساكن قريب فبتاخده وبتبقى عايزة تخلي بالها منه لحد ما توصل لصاحبه وبتعرف من هوانج ان لينك مش هيوافق انه يخلي الكلب في بيته لانه كان عنده كلب عزيز على قلبه ولكنهم مشوه وهو صغير لان تشوه عنده رابو والكلاب هتضره بس سيا مش بتسمع الكلام وبتقول انها تخبيه لحد ما تقدر تقنعه ولما بيرجع لينك بالليل بتحاول سيا انها تراضيه وبتخدمه علشان لما تقوله يوافق بس الثاني يوم بيصحى لينك وبيصرخ لانه بيلاقي الكلب نايم جنبه على السرير فبينادي على سيا وبيعرف ان هي اللي نخليها في البيت بس سيا بتقوله انها كانت هتفتحه في الحوار ده بس لينك بيكون متعصب وبيبقى عاوز يتصل بوينه علشان يمشي الكلب ده لكن سيا بتقوله انها هتمشي لو الكلب بمشي قبل ما يلاقه صاحبه وبتاخده وبتدخل ورفتها فبيسيبها لينك على راحتها وبتلاقي سيا تلفونها بيرن وبيكون صاحب الكلب وبيبقى نفس الشاب اللي تنازل عن الكرافطة علشانها وبيقولها انه عارف من الامن ان الكلب بتاعه عندها وبيطلب منها انها تخلي بالها منه كم يوم لحد ما يجيلها وبنعرف ان الشاب ده اسم منان وبتكون سيا قعدة مع فيفي وبتلاقي تلفونها بيرن وبتكون ان اللي بتطلب منها انها تجيلها علشان تحضر معها فيلم في السينما فبتضطر سيا انها توافق وعلشان فيفي عارفة ان ان دي بتحب لينك واكيد مدبرة لسيا حاجة بتقول لها انها تجي معاها ولما بيروحوا السينما مش بيلاقوا ان ولكنهم بيلاقوا تشو وبيعرفوا ان ان تعبطوا راحة المستشفى وبيكون تشو وسيا مش طيقين بعض لحد ما بتقعد فيفي جنب تشو وبتقول له انها معجبة بتمثيله وبتتصور معاه ولكن تشو بيفضل يكوح فجأة وبيطلع برا المكان علشان ياخد نفسه وبينسى تليفونه فبتاخد سيا تليفونه علشان تدهوله ولكنها بتلاقي بيكوحه وتعبان جدا وبتعرف منه ان جهاز الاستنشاك بتعربه بتاعه وقع منه هو بيشتري مية ومش قادر يلاقيه وعلشان فيه معجبين كتير في المكان بتاخده سيا لمخزن هدايا وبتخليه يستنيها علشان تروح تدور له على جهاز الاستنشاك وبتلاقي فيفي بتتصل بيها وبتعرفها ان تشو تعبان وبتروح سيا تدور على جهاز الاستنشاك وبالفعل بتلاقيه بس بيدوس واحد على ايديها بالغلط ولكنها مش بتهتم وبتجري على تشو وبتديله جهاز الاستنشاك وبيستخدمه على نفسه وبيبقى كويس وبيقولها انه مش قادر يردلها الجميل ده وبيارض عليها انها تطلب منه اي طلب فبتقول له سيا انه ممكن يشكرها عادي بس لو مصمم فهي عايزة منه خدمة صغيرة وهي انه يقنع لينك انه يخليها تخلي كلب في بيته لمدة كم يوم فبيستغرب تشو من طلبها وبيكون مفكرها تستغله في التمثيل وتاخد منه ادوار فبيعرف انه ظلمها وانها مش بالوحاشة دي بس هو بيقولها ان ده معضوه صعب لان لينك هو صغير كان متعلق بكلبه هو ولكن والده قبل ما يتوفى كان متصلت جدا وفي يوم سرب الكلب برا البيت وقال لينك انه راجل والحاجات دي بتاعت العائلة الصغيرة ومن ساعتها ولينك عنده حالة نفسية ومتغير وفي الوقت ده بتكون قان في مكتب لينك وبتقوله انها تعزمه على العاشة تانيوم بمناسبة عيد ميلاده ولكنه بيقولها انه مش هيبقى فاضي ولما بتسأله ورائي بيقولها انه هيحتفل بعيد ميلاد سيا اللي في نفس اليوم بس بيدخل وين عليهم وبيقول لينك ان تشو و سيا في السينما ومحبوسين بالسبب معجبين تشو فبيستعجب لينك علشان مش عارف السبب اللي يجمعهم ببعض فبتقوله قان انها كانت شايفة انه مش بيطيقوا بعض فقررت انها تجمعهم في مكان واحد يمكن علاقتهم تتحسن وبعد شوية بيدخل وين على سيا و تشو علشان يمشيهم وبيبدل هدومه مع تشو علشان ما يفتش الانتباه لنفسه وبتروح سيا مع تشو علشان يركبه الأسانتير بس بيلقوا لينك وآن خارجين منه لكن لينك بياخد سيا ويمشي ومش بيكون مهتمة حتى بتشو اللي بيسيبه مع آنت ماشيه ولما بترجع سيا البيت بتلاقي لينك بيشكرها علشان عارف انها ساعدت تشو وبيقولها ان الموافق يخلي الكلب كم يوم في البيت وبيقرب منها وبيقولها ان علاقتهم سوا اهم عنده من وجود كلب في البيت وبتكون سيا فرحانة علشان بيعملها بلطف وتاني يوم بتحضر سيا وليمة علشان تحتفل هي وينك بيعيد ميلادهم وبيكون قالها تستنى لحد ما يرجع وبيليل قبل ما يمشي لينك من الشركة بيلاقي تلفونه بيرن وبيعرف ان ان ساكرانه في مكان فبيروح علشان ياخدها بيلاقيها كويسة وبتكون هي عملت كده علشان تقدر تجيب ويتعشى معاها لكن هو بيقولها انه بيعتبرها اخته وكمان سيا مستنيا وبيسيبها وبيمشي فبتعيط انه وبتلاقي ان ان قاعد وراها وبيقولها انه مش هيرجع حتى لو عيطت فبتتصدم لما بتشوفه فبيقولها انهم اكيد كانوا لازم يتجمعوا تاني بعد سنين الغياب دي وبيقولها انه هنا علشان يساعدها وبيرجع لينك وبيلاقي سيا بتاكل وبتكون زعلانة علشان اتأخر عليها لكن بياخدها في عربيته وبيتمشوا وبيديلها ورقة وبيقولها ان دي هديتها وبيكون اشترالها مبنى كامل لها مخصوص فبتتكسف سيا لان الهدية اللي كانت محضرها له بتكون كيكا وكمان بتكون كالة نصها وهي مستنيا فبيقولها انها لازم تعوضوا وبياخدها لمحل كيكو بيقولها انهم هيعملوا الكيكا سوا وبيقضوا وقت سعيد وبيكونوا منسجمين جدا لحد ما بيقرب لينك منها وبيقولها انه شكله كده ويعي في حبها وتاني يوم بتكون سيا بتتمشى مع فيفي وبتلاقي لينك وقف بعربيته جنبهم وبيقولها انه عزمها على الغداء فعلى طول بتركبها فيفي وبتركب جنبها وبتقول انه اكيد عزمها هي كمان فمش بيكسفها لينك وبياخدها وين معهم بالمرة وبيروحوا يكلوا وبتفتح فيفي موضوع ان الشقة اللي هي فيها العقد بتاعها يخلص فبتقولها سيا انها تيجي تعيش معها هي و لينك بس لينك مش بيكون موافق وبيعرض عليها انها تعيش مع وين وبما ان فيفي مش مرتبطة فالموضوع بيغريها وبتوافق انها تعيش مع وين اللي مش بيكون عنده اي مانع وبترجع سيا للبيت علشان ترجع الكلب لصاحبه بس بتلاقي صاحب الكلب بيتصل بيها وبيقولها انه تعبانه مش هيضع رجلها فبتقوله سيا انه هي هتروح له لحد البيت وفعلا بتعرف العنوان وبتروح له وبتتصدم لما بتلاقي الراجل بتاع الكرفتة هو صاحب الكلب وبيقولها ان اسمه نان وبيدخلها البيت وبيشكرها علشان خلت بالها من كلبه ولما بتلاقيه تعبان قوي بتقوم تعمله اكله علشان يكله هو سخنه ويخيف بسرعة ولما بتلاقيه نايم بتسيب له الاكله جنبه ورقة وبتمشي بس هو بيكون بيمثل وبيصحى وبياكل من الاكل وتاني يوم بتروح سيا لغرفة لينك وبتخبط عليه علشان تقوله انها مسافرة كام يوم لان عندها تصوير ودوره مهمة في فيلم بس مش بتلاقيه ولما بتنزل من البيت بتلاقيه واقف مع وينه مستنينها وبيكون هو عارف انه وراها شغل لان الشركة بتاعته هي الراعية للفيلم ده وبياخدها علشان يوصلها للفندق اللي هتصور فيه وقبل ما تنزل بيلبسها الخاتم وبيحضنها وبيقولها انها توحشه وبتدخل سيا لفندق وبتلاقي انف وشها وبتكون وقفة مع ممثل اسمه لو وبيكون البطل في الفيلم ده ولما بتمشي سيا بنعرف ان ان متفق مع لو انه يفضل جنب سيا ويحاول يطلع عشاعات انهم في علاقة لانها بتبقى عايزة تضوز علاقتها مع لينج وبنعرف ان لينج بيحاول انه يقرب من سيا بكل الطرق علشان كده بيستشير وين وبيبقى عاوز يعرف سيا بتحب ايه فبيخليه يروح لفيفي وبيسألها وبيعرف ان سيا بتحب الكلاب وتاني يوم بتكون سيا بترجع المشاهد بتاعتها بس بتلاقي لو بيقعد جنبها وبيحاول يلمسها ويقرب منها بس بيجي تشو وبيقول له انه صديق سيا ومضطر انه ياخدها وبيقول لها انه هيخلي باله منها علشان هي تبقى امراض صاحبه بس بعد شوية بتلاقي السيا ان الدنيا بتمطر وبتاخد شام سيا علشان تروح لتشو بس بتلاقيه بيتخانق في التليفون مع والده وبنعرف انه بني ادم قاسي وان تشو مش ابنه الحقيقي ولكنه تبنى علشان يشيل اسم العيلة بس لما بيخلص تشو مكلمته بيلاقي سيا بيبقى انفكرها بتتنصت عليه ولما بتحاول تهدي بتعصب عليها وبيقول لها انه مش يحتاج شفقة من واحدة زيها فبترميله سيا الشمسية وبتمشي وتاني يوم بتكون سيا معزومة للغدا مع كل فنانين الفيلم بس لما بتروح بتلاقي لو وبتعرف انه عمل كده علشان برضو يقرب منها فبتبعت على طول الموقع بتاعها لتشو فبيفكرها عايزة تعزمه على اكل لانه بيلاقي مطعم بس لما بيدخل المكان اللي هي فيه بيلاقي لو بيحاول يشربها غزب عنها فبياخدها وبيطلع وبيعرف انها كانت خايفة منه لانه بطل الفيلم وممكن دورها يروح فبيقول لها تشو انه يفضل معاها علشان ما يحصل لهاش حاجة وكمان بيتأسف له وبيقول لها انه عارف انه قال كلام كتير وحش بس هو عايز يبدأ الصلح معاها ويكونوا صحاب وبالفعل بيسلموا على بعض بس بيكون له واقف من بعيد بيصورهم وتاني يوم بتلاقي سيا بابها بيخبط ولما بتفتح بتلاقي كلب صغير جميل وبتلاقي لينج جنبها وبيكون جايبه لها هدية وبيدخل علشان يقعد معاها بس هي بتقوله انه وراها مشاهد لازم تتصور لكن بتلاقي رسالة على تليفونها وبتعرف ان اليوم ده اتلاغة ولازم يخدوه اجازة وبيكون السبب هو لينج وبياخدها علشان يروحوا فندق تاني محدش يشوفهم فيه وبيكون تابع للشركة لينج وبيكون لينج حاجز غرفة مزدوجة وبالفعل بيناموا في نفس الغرفة وجموا بعض وتاني يوم بتصحى سيئة وبتلاقي نفسها في حضن لينج وهو بيصحى وبيبقوا في قمة الرومانسية لحد ما بيسمعوا صوت خناقة فبيطلع لينج علشان يشوف ايه بس بيلاقي اتنين مسكين البنت اللي في الاستقبال وعاوزين يضربوها فبيروح لهم وبيعرف ان البنت دي مديونة لناس بقيمة 130 الف دولار فبيديلوا لينج البطاقة بتاعته وبيقولوا يروح لمكان معين وهم هيصرفوا للفلوس بتاعته بس مايجيش جنب البنت دي تاني وبيدخل وبياخد سيئة علشان يمشي لان اكيد الناس دول هيرجعوا له تاني علشان يعرفوا انه غني بس بيلاقي البنت مستنياهم وبتشكرهم وبتقولهم انها ترجع الفلوس دي بس لينج بيقولها انه مش عايز فلوس وبياخدوها في طريقهم علشان وصلوها لبيتها وبيكون اسمها التونج وعايشة في كوخ بسيط وكمان اضطردت من شغلها بسبب اللي حصل بس سيئة بتقولها انها بتسافر كتير في شغلها وعايزها تبقى مساعدتها فبتفرح تونج جدا وبتاخدها سيئة معها الفندق علشان تكمل تصوير بس بتلاقي تلفونها بيرن وبتعرف ان لينج عمل حدثة وبتروح سيئة وبتعرف ان اللي وصلته للمستشفى هي قان لانها كانت بالصدفة جنبه لما عمل الحدثة ولما بيفوق لينج بتدخله سيئة بس بتلاقيه بيسألها هي مين وبيدخل تشوفة بيقول له لينج يخرج سيئة بره ويفصلها وبيبقى نفكرها موظفة ومش فاكرها وبيعرفوا من الدكتور ان دي اعراض فقدان زاكرة مؤقت لاخر سنتين من حياته بسبب الصدمة وانها فترة وهترجع له تاني بس لينج مش بيكون طايق سيئة حتى لما تشوف بيقوله انها امراته بيقول لها لينج ان ان قلت له انهم اتجاوزوا فجأة يبقى اكيد علاقتهم ما كانتش عطيضة وبتكون ان مستغلة الموضوع عمل اتقرى منه وبتخلي سيئة تولع من الغيرة وبتسيب المستشفى وبتمشي لما لينج بتردها بس سيئة مش بتيقس وبتروح للمستشفى وبتكون عملاله شربة بس هو غصب عنه بيدلوها عليها ولكنها بتمسح اللي هو عمله وبتقوله يتأسف لها عن طريق انه يشرب الشربة دي وبالفعل هو بيعمل كده بس بيجيله ما غصه بيكون عاوز يدخل الحمام فبتساعده سيئة لان رجله بتكون مصابة ولما بيدخل بتكعب اللي بيقع عليها وبيكون قريب منها جدا بس في اللحظة دي بتدخل انا عليهم وبتكون غيرانة بس بتدخل وبتقول لينج انها جايباله شربة وبدون اي عينات بيمسكها لينجي وبيشربها وان بتقول لسيئة ان اخبارها مبهدي للدنيا فبتفتح تليفونه وبتلاقي اشعاعات بتقول ان هي وتشوفي علاقة وكمان متصورين سوا وبتلاقي ليسا بتتصل بيها وبتقول لها تجيلها الشركة فورا وبتقول لها ان دي مشكلة ممكن تسبب لها هي وتشوف مشاكل بس بيجيلها تشو بيقول لها انها تنزل بوست وتوضح فيه سوق تفاهم وهو كمان هيعمل كده ومحاولات سيا مش بتخلص وبتحاول تفكر لينجي بيها تاني وبحبهم بس هو ما بيكونش فاكر بجد وكمان اين بتكون معاه طول الوقت بس في مرة بيشوف لينجي ان سيا وتشو قريبين من بعض وبيتدايق وبيقول لها في يوم انها متنساش انها امراته وصورتها هي صورته ولازم تخلي بالها من علاقتها بتشو وفي يوم خروج لينجي من المستشفى بتجيله سيا بعربية لونها احمر وبتقوله ان هي اللي هتوصله البيت وبالفعل بتاخده وبياخد تشو قان علشان ويني وصلهم بعربيته وبتبقى سوائد سيا بطيع جدا وبيوصلوا متأخر وبيلاقوا تشو وقان في البيت اساسا وبيلعبوا مع كلب سيا فبيتعصب لينجي وبيقول مين اللي جاب الكلب ده فبتقوله سيا انه هو اللي جابه لها هدية فبتقول قان ان ده مستحيل لان لينجي بيكره الحيوانات وبتبقى عايزة تطلعها كالدابع بس لينجي بيطع الحوار وبيقول لسيا انه مش عايز الكلب ده في بيته ولازم تمشيه وبيتخانق هو وسيا على وجود الكلب بس سيا مش بتمشي الكلب وبتفضل مخليها في غرفتها بس تاني يوم بتحاول انها تخليه راضي عنها وبتكون محضران له شربة علشان يفطر بيها وبيلقوا وين دخل عليهم وبيعرف لينجي ان شركته الراعي لسباق رياضي لكل الفنانين فبتبقى سيا عايزة تشارك فيه فبيقول لها لينجي انه مش موافق ولو عايزة تشارك فيبقى بمجهودها هي وبتروح سيا الشركة وبتلاقي فيه موظف بيكلم زميلته وبيقول ان لينجي اللي هو رئيس الشركة الرعية لكل الاحداث بتاعت شركتهم بتتخانق عليه يين الفنانة المشهورة وكمان آن الرئيسة التنفيذية للشركة الدعاية واعلانات وبيقول انه اكيد هيختار آن لانه مش بيحب الممثلات بس سيا بتدخل وبتقولهم ما لهم الممثلات واكيد هيختار يين لانها احلى وبتكون مش طاية آن بس بالصدفة بتسمعها يين وبتدخل عليها وبتشكرها على رأيها وبتقول لها انها تيجي معها السباء وبتكون فرصة جات لها من السماء ولما بترجع البيت بتروح لينجي وبتغيزه وبتقول له انها تشارك في السباء وتاني يوم بتروح السباء وهناك بتقابل تشو وبيقول لها انها لازم تخلي يين تكسب المركز الاول لانها هي الواجه الاعلاني في السباء وفي الوقت ده بيكون لينجي بشغل بسيا وبيبقى عاوز يشوفها في السباء ويشجعها فبيلاهي ايقان دخل عليه وبتعرض عليه يروحه سوى للسباء فبيوافق على طول بس لما بيبدأ السباء بيتلاقي سيا ان تشو تعبان ومش قادر يكمل بس بيسمعوا من الصحافيين ان لينجي في طريقه علشان هيسلم الجايزة للمركز الاول بنفسه فبيعرف تشو انها فرصة سيا وبيقولها تجري هي وتسيبه وبالفعل بتجري سيا وبتكسب المركز الاول وبتلاقي ليسا متضايقة منها لانها خطفة الاضواء من يين وبالفعل بتتكرم بس محدش بيكون مهتم بيها وبتلاقي لينجي بيجو وبيبارك لها بس على طول بتجي يين وبتبقى عايزة تتصور مع لينج وبتشوف سيا ان لينجي هيمشي معا ان فبتروحوا بتقولوا ان همراته ولازم يعزمها على اي حاجة بمناسبة فوزها فبياخدها هي والتشو ومعهم ان وبيعزمهم على الغداء بس هما بيأكلوا بتفضل ان تتدلى على لينج وبتخليه حطيه لأكل بنفسه فبتتغص سيا وبتحط أكل للتشو وبتفضل هي واللينجي يديقوا بعض وبيكون التشو قاعد مش مصدق اللي بيحصل وتاني يوم بتطلب سيا من التشو انه يقبلها في مطعم وبيكون متخفي علشان ما يطلعش عليهم اشعاعات تاني فبتقول له سيا ان هزائت من اللي ان بتعمله وعايزة يبعدها عن لينج بأي طريقة وبتبقى عايزة يتجوزها بس هو مش بيبقى موافق وبيقول لها ان ان بالنسبة ليها يا اخته بس ولكن على طول بتوصل صور لوالد تشو وبيعرف ان ابنه قاعد مع نفس البنت اللي اطلع عليه اشعاع معاها وبترجع تاني سيا البيت وبتلاقي ان ان كانت بتعمل شربة فراخ للينج فبتبقى عايزة تبوز الشربة دي بس هوانجي بتقول لها ان 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 هتتدايق لو عرفت فبتطلب منها سيا انها ما تعرفهاش ولكن بتقول ان حرام الشربة تترمي وبتشربها وبترمي الفراخ للكلب فبتدخل ان عليها وبتتعصب منها جدا وبيعرف لينجي اللي سيا عملته بس بعد شوية بتروح ان بمشروب عشاب وبتطلب من لينجي انه يشربه فبيقول لها لينجي تروح تجيب له التليفون بتاعه من المكتب على ما يشرب وبيعمل نفسه بيشرب بس اول ما بتمشي بنعرف انه كان بيمثل عليها لان من شوية عارف ان السيا بعد ما شربت الشربة بتاعتها دخلت في سوبات عميق ولما جاب الدكتور وعارف من التحاليل ان دمها في كمية منوم مش طبيعية فبيتأكد انها من الشربة ولما بترجع قان بتلاقي لينجي نايم على نفسه فبتوصله لسريره وبتدخل سيا عليهم وبتقول لها تطلع برا لان ده جزهة واللي هي بتعمله ده مش كويس بس اول ما قان بتمشي بيفوق لينج وبيجيب المشروب اللي هو شاله في مكان تاني وبيتصل بوينه علشان يجيله ويحلله المشروب وتاني يوم بيجي واحد لسيا وبيقول لها ان والد تشو عاوز يقابلها في بيته فبتخلي سيا فيفي تتصل بتشو ولينجي وتعرفهم ولما بتروح سيا بتلاقي والد تشو بيعملها بكل اللي تزوق وبيقول لها ان ابنه هيتجوز واحدة هو حاططها في دماغه واكيد مش هيتجوز اي ممثلة وخلاص بس بيدخل تشو عليهم وبيقول له ان اللي بيعمله ده اللي تحترام لإسم العيلة لانه حتى ما قدمش شاي للضيفة ولا خلها تقعد وبياخد سيا علشان يمشي بس والد تشو بيبقى عاوز يضرب ابنه بالعصايا بس بتيجي في سيا وبتتقلم فبياخدها وبيمشيها من قدام والده وبيطمن على ظهرها بس بتكون بتتقلم ولكن بيلاقي لينج داخل عليهم وبيعرف اللي حصل وبيروح لوالد تشو بيقول له انه ضرب مراته وانه مش هيسمحه على الحركة دي وبيسيبه يمشي وبيشيل لينج سيا وبيدخلها البيت وبتبقى هي مسكة فيه ومش عايزة تسيبه وبتقول له انها خايفة لما تسيبه ينساها تاني بس هو بيطلها ورفضها علشان يدهن لها ظهرها وبيقولها انه افتكر كل حاجة وانه بيحبها وبيقضوا ليلا سوا وبتصحى سيا تاني يوم وبتلاقي ان لينج لبسها الخاتم بتاعهم وبيقولها انه مستعجل وراح على الشغل وبنعرف ان لينج مش في الشغل وبيكون جاب اان لمكان لوحدهم وسمعها تسجيل وهم عند دكتور التنويم وبنعرف ان اللي ورا الحادثة دي هي اان وكمان وديته لدكتور التنويم مغناطيسي وخليته ينسى السنتين اللي فاته وكمان كانت بتديله منوم علشان يفضل ناسي الزكريات دي لأكبر فترة ممكنة بس لما بتلاقي نفسها تكشفت بتقوله انها بتحبه وعايزها يبعد عن سيا بس هو بيتعصب عليها وبيقولها تبعد عنه ما تحاولش تخليه شوفها بصورة أوحش من كده وبيسيبها وبيمشي وبينلاقي اينان رايح لآن وبيتدي لها منديل وبيقولها انها فشلت في انها تقربوا لها وبنعرف انه كان بيساعدها وبيبقى فرحان بمعاناة لينج وبيكون سيا في لقاء مع اينو تشو علشان فيلمهم الجديد وبيكون فيه تحدي وهو ان سيا تتصل براجل وتخليه يقولها انه بيحبها قدام الكاميرات فبتبقى الآن لتتصل بلينج ويتفتحه بس في اللحظة دي بيتلاقي لينج بيتصل بيها فبتضطر انها ترد وبتفتحها لسبيكر وبتخلي الكل يسمع وبتقدر تخلي لينج يقولها بحبك فعلا ولكن بتبقى عايزة تقفل بسرعة بس قبل ما تقفل بينادي وين على لينج بصوت عالي وده بيخال اللي قاعدين يعرفوا انه يبقى لينج واللقاء بيخلص وبيمشي تشو ومش بيتدخل علشان ما يكبرش المشكلة بس يين بتروح لسيا وبتقول لها انها ما كانتش متخيلة انها تبقى حبيبة لينج وبتبقى متضايقة منها وبتمشي وبتنزل سيا وبتلاقي ليسا وبتقول لها انها لو ما كانتش سمعت بودانها ما كانتش صدقت فبتقول لها سيا ما تطردهاش من الشركة بسبب ان في قانون بينص على ان الممثلات اللي في الشركة ماينفعش يصرحوا بهوية الشخص اللي هما بيحبوه بس ليسا بتقول لها انها ما تقدرش لان بنفوز لينج فهي دلوقتي كلمتها اللي هتمشي وكل الناس هتتنافس عليها وكمان في اللحظة دي جالها دور في فيلم هيتصور في بكين وبترجع سيا البيت علشان تحضر حاجتها وبتلاقي خزنة صغيرة مستخبية تحت في الدولاب وبتبقى لسه هتفتحها بتلاقي لينج بيقول لها ما تفتحاش لان فيها اسرار لشغله وبيغير الموضوع وبينسيها موضوع الخزنة وبتتصل سيا بفيفي وبتقول لها تيجي معاها بكين وبالفعل بتيجي معاها وكل اوقات الفراغ بتقضيها سيا مع فيفي وتشو وتونج وبيكون فيه حدث المفروض الممثلين هيحضروا وبيتجمع الصحافين على تشو وسيا فبيقدروا تشو انه ياخدوا الصحافين بعيد وبيخلي سيا تمشي براحتها وبتلاقي سيا انه ننفي الحفلة وبيديلها كوباية عصير وبيوقف معاها وبيقول لها ان شركتهم مساهمة في الفيلم ده بس بيسيبها ويمشي لان فيه ناس بيكونوا عاوزينها في شغل وبيلاحظ تشو ده فيروح لها علشان بيشوف انها متوترة وبيكون فيه اتنين رجال اعمال عاوزين يشتغلوا مع لينك فبيبقوا عاوزين يشغلوا سيا عندهم علشان يقربوا من لينك بس تشو بيقول لهم انها تفكروا ترد عليهم وبيمشوا ولكن بيبانى على سيا التعب وبينقلها تشو لغرفتها وفي الوقت ده بيكون نان بيرائبهم وبيكون حط حاجة في المادة هي اللي خلت سيا تتعب بس هو نازل بيقابل لينك في وشه وبيقول له لينك ايه اللي جابه هنا ومش بيبقى حابب وجوده بس نان بيتحكله وبيقول له ان مراته حاببته قاعدة مع تشو صاحبه وبيكونوا في الغرفة لوحدهم وبيسيبوا يمشي وباب الغرفة بيخبطوا بيروحوا تشو وبيفتح الباب وبيلاقي لينك وبيدخل الطمن على سيا بس هي مش بتحب تعرفوا انها تعبانة وبيقول لها لينك انه اجازة وهيقضي معها يومين التصوير دول وبالفعل بيبات معاها وتاني يوم بيروحوا سوا للمول وسيا بتشتري تيشرتين واحد ليها والتاني بتخلي لينك يلبسه وبيقضوا يوم حلو سوا ولما السفرية بتخلص وبترجع سيا لبيتها بتحس فعلا ان في حاجة غلط فبتروح لنفس الدكتورة اللي كانت بتتعالج عندها وبتقول لها الدكتورة انا عندها فقر في الدم فبتقول لها سيا انا كان عندها سرطان الدم وهي اللي عملت لها العملية بس الدكتورة بتقول لها انها معلجتهاش قبل كده ولا تعرفها وبتطلو منها تروح تجيبي التقارير اللي بتقول انها تعبانة بسرطان الدم فبترجع سيا وهي مش فهمة اللي بيحصل وبتدخل مكتب لينك علشان تدور على تقارير اللي هي المفروض بتبقى معاها ومش بتلاقي اي حاجة فبتضطر انها تفتح الخزنة اللي قال لها ما تفتحاش بس في الوقت ده هو بيتصل بيها فبترد عليه وهي بتكمل بحث ولكن بيلاحظ لينك ان سيا سكتت وهي فعلا سكتت بسبب صدمتها فبيقلق لينك عليها وبيرجع البيت وبيلاقيها مسكة تقارير مرضها وبنعرف ان سيا مش مريضة سرطان ولا حاجة وكان عندها بس فقر في الدم فبيشرح لها لينكي وبيقول لها انه يعرفها من بدري ولما شافها في المستشفى كان عاوز يرم منها واستغل ان المستشفى بتاعته وقرر يزايف مرضها ويخلي نفسه الشخص الوحيد اللي يقدر ينقذها علشان تجيله ويعيشه سوا وبسبب اللي هي سمعته بتبقى منهارة فبيحاول يعرفها انه بيحبها وعمل كل ده علشانها بس هي بتقوله انها مصدومة فيه وبتسيبه وتمشي لكن سيا بتفقد الوعي وبيجيب لها لينك الدكتور وبيكون بسبب الصدمة وتاني يوم بتفوق سيا وبتبقى عايزة تمشي من بيت لينك بس بتلاقيه حطط لها حراسة علشان ما يخلوهاش تمشي وبيبقى حبسها ولما بيرجع لها البيت بتقوله انها مش عايزة تشوفه وهتسيب البيت بس هو بيكون خايف عليها ومش عايزة تمشي لحد ما بيعرف لينك ان سيا مش بتاكل فبياخدها من ايديها علشان يأكلها بس هي بتقوله انها مش هتاكل غير لما تمشي من البيت ده فبيخليها تطلع طلم حاجتها علشان تمشي براحتها بس قبل ما تمشي بيقولها انه عاوز يقولها الحقيقة وبيحكي لها ان اول مرة شافها فيها كان في المحل بتاع الكيك اللي قضوا فيه عيد ميلادهم وكان من سنتين رايح يشتري كيكا لنفسه ولكن المحل ما كانش بياخد غير فلوس كاش فهي قالت له انها هتشتري كيكا على حسابها وبتقوله كل سنة وانت طيب ومن ساعتها وهو معجب بيها وكمان الحركة اللي هي عملتها معاه حسزته باحساس العطف وده بيبقى اول مرة يحسي بيه ومن ساعتها وهو بيرقبها وبيحاول يقرب منها لحد ما جات له الفرصة وادر يزيف موضوع مرضها بس هي بتفضل تعايت وبتقوله انه كل شوية بيصدمها بطريقة مختلفة وبتاخد حاجتها وبتروح لقارة في فندق تبات فيه وتاني يوم بتروح سيا مع تونج اللي شاقتها القديمة علشان ترجع تعيش فيها وبتلاقي تشو بيتصل بيها وبيقولها انه تحت شاقتها وبيقولها ان تونج اللي قالت له مكانها علشان كانت قلقان عليها وبيخليها تركب العربية علشان تحكيله اللي حصل وبيعرف اللي لنجي عمله وبيقولها انه اكيد الامورة تتصلح بينهم وبيروح تشو للنجي علشان يخليه روح يصالح سيا بس لنجي بيقوله ما يدخلش في اللي مالوش فيه وبيبقى عاوز يسيبه ويمشي بس تشو بيوقفه وبيقوله ان اللي بيعمله ده مش صح فبيرد علي لنجي وبيقوله ان مش صح برضه ان صاحبه يحب مراته فبيضربه تشو بالبنية وبيقوله ان مش بس هو زعل مراته اللي بتحبه ولكنه زعل صاحبه اللي بيعتبره زي اخوه وبيسيبه ويمشي وتاني يوم بيخلي تشو سيا تجيله في مكان معين وبيكون جايب عجلتين وبيقولها تركب العجل معاه لانها لو زعلانة فكده هي هتحسن حالتها النفسية وبالفعل بيقض وقت جميل وفي الاخر بيروحوا لمكانها على البحر وبيعود يصرخوا علشان يطلعوا الطاقة السلبية ولما بيوصلها تشو لبيتها بيتلاقي لنجي مستنيها وبيقولها انه آسف وتبقى دي اول مرة هو يعتذر لحد بس هي برضو مش بتقدر تسامحه فبيقولها انه هيفضل مستنيها وبيفضل يحتمي بيها ويجيب لها الفطار كل يوم لحد باب شقيتها وفي يوم بتروح سيا علشان تقابل واحد المفروض كان عايزها في شغل دعاية للعصير بتاع شركته ولما سيا بتدق العصير بتلاقي طعمه حلو وعلى ما بتقرأ الشروط اللي في العقد بتفضل تشرف في العصير بس بتحس انها تعبانة وبتذكر وبيدخل تشو عليها لانه جاله رسالة من رقم غريب وبيعرف ان هي في خطر بس هي مش بتكون وعية وبتكون مفكرها لينك وهتفضل تقربوا منها بس في الوقت ده بيكون نان وقان مركبين كاميرا مراقبة وبيسجلوله وبيبقوا هما اللي ورا كل ده علشان يخلوا لينك يفهمهم غلط ولكن بنشوف لينك داخل عليهم وبيكون تشو كلموا علشان يعرفوا ان ما فيش حاجة بينه وبين مراته وبالفعل بياخد لينك سيا لبيته لحد ما تبقى كويسة وبيفتكر تشو اللي حصل وبنعرف انه فعلا بيحب سيا بس مش قادر يعترف بمشاعره لانها مرات صاحب عمره وتاني يوم بتفوق سيا وبتلاقي لين جنايم جنبها بس هو بيقولها ان ما فيش حاجة حصلت بينهم وبترجع سيا تاني بتها ولكنها بتلاحظ ان تشو بقى مختفي وكمان مش بيروح شغله فبتتصل بيه وبتعرف انه موجود في المكان اللي على البحر وبتقوله انها جياله ولما بتروح بتخلي تونجي تستنها برا المكان ولما بتنزل بتلاقي تشو تعبان وكان هيقع في البحر بس هي بتنقذه وبتقعد معاه وبيفضلوا يضحكوا وبيكون تشو مكتعب وبيقولها انه بيحب واحدة ما يقدرش يعترف لها بمشاعره بس لما بتحاول سيا تستفسر بيقفل هو الموضوع علشان يمشوا وبيروح تشو لولده اللي طلب يقابله وبيلاقي بيوريله الفيديو بتاعه هو وسيا وبيضربوا علشان بيبخايف ان لينج يغضب عليهم ويخليهم يخسروا كل شغلهم بس تشو بيفقد الوعي بسبب الضربة وبتعرف سيا تاني يوم ان تشو اتنقل للمستشفى ولما بتروح بتلاقي والده وبتقوله انه اكيد هو السبب بس والده بيبقى لسه يضربها ولكن بيمنعه لينج وبيقوله ان دي كانت اخر فرصة لي وبياخده برا المكان وبيكون مجهز له اوراقته وديف دهية وبيقوله انه مش هيسجنه ولكن يخرج تشو من العيلة بتاعته ويبيض عنه وبيقوله انه عارف كل حاجة وبنعرف ان تشو فعلا ابنه الحقيقي مش بالتبني ولكن بسبب ان فيه مشاكل بين والد تشو والدته فهو اتبرى منه وبيكرهه بسبب انه بيكره والدته ولما بيفوق تشو وبيعرف ان والده هيخرجه من العيلة ويبعد عن حياته بيفرح جدا وبيشكر لينج وبيقوله انه اخوه ومش عايز يخسره وبالفعل بيكون لينج بيبادله نفس الشعور ولكن لما بيروح لينج الشركة بيجي له وين بسرعة وبيقوله ان فيه مصيبة وهي ان تشو مات وغرفته في المستشفى ولاعت ولما بتعرف سيا بتجري على المستشفى وبتلاقي لينج هناك وبتقوله انه اكيد ده كذب بس هو بيقولها ان فعلا كل ده حقيقة وبيحاولي هديها فبترجع سيا لبيتها وبتبقى في كمة حزنها وهي بتفتكر ذكرياتها مع تشو بس لما بتفتح الشباك بتلاقي لينج تحت بيتها فبتنزل وبتلاقيه بيقولها انه مش قادر يقضي الفترة دي لوحده فبيحضونه بعضه بتقوله سيا ان الدنيا قصيرة وهي سمحته خلاص وقادر ترجع معاه تاني البيت بس الشرطة بتجيلهم البيت وبيكونوا عاوزين يعرفوا اي تفاصيل من لينج بس هو بيقولهم انه لو وصل لحاجة هيعرفهم وبيطلع لسيا وبيقولها ان اللي عمل كده في تشو هو عاوز ييزيها هي لان تشو كان دايما بيساعدها ولازم يوصلوا للعمل كده وتاني يوم بتروح سيا مع لينج الاخر مرة قبلت فيها تشو وهناك بيلاقي وين تليفون على الارض وبيفتحوه بيلاقوا صورة بتبين ان سيا عايزة تموت تشو بس سيا بتقول انها كانت بتحاول تنقذه فبيعرفوا ان كان في حد بيحاول يصورها ويلبسها التهمة وبيعرفوا ان الشخص الوحيد اللي كان مستنيها برا هي تونج بس سيا بتبعد عنها كل التهم وبتقول انها استحالة تعمل كده لكن لما بيرجعوا البيت بيلاقوا الشرطة مستنياهم وبتكون الصور وصلت لهم وبيبقوا عاوزين سيا يحققوا معاها وهترجع تاني وده بيبقى اجراء الروتيني لانها بتبقى من المشتبهين في قضية القتلة دي وبعد كده بتروح سيا مع لينج العزة تشو وبيكون والده حزين على ابنه ولما بيخلصوا بيطلب لينج من سيا انها ترجع البيت لانه ورا مشوار بس هي بتقرر انها يتمشي وراه وهتشوف هو يروح فين وبيكون هو رايح لشاقتها القديمة على الشنحاء مع تونج وبيبقى متأكد انه وراها حاجة وفعلا بيبان عليها التوتر وبتدخل سيا عليهم وبتبقى تونجي مفقرة انها دفع عنها بس سيا بتقول لها انها واسقة في لينج ولو هي اعترفت على العمل كده هتسمحها وبالفعل تونجي بتقول انها انها هي اللي عملت كده فبتقول له سيا انها مش هتقدر تشتغل معها تاني بسبب خيانتها وهتكتفي بانها متبلغش عنها الشرطة وبيقرر لينجي انه يعمل مؤتمر صحفي يوضح فيه شوية نقط مهمة بسبب الاخبار اللي طلعت عليه هو وسيا وبيكون متأخر وبيطر وين انه يقدم المؤتمر ده وبيقول ان سيا ولينجي متجوزين رسمي وان كل اللي بيتقال على سيا بخصوص قتل تشو اشعات ولكن اان بتدخل المؤتمر وهي معها تونج وبتقول انها تكشف عن الحقيقة وبتقول تونج ان هي الشهدة على ان اللي قتل تشو هي سيا وبرغم ان سيا سمحتها بس هي برضو مصممت لبسها التهمة وبتقول اان ان ده حق تشو صاحبها وهي رجعته بنفسها ولكن فجأة بيدخل لينجي المؤتمر وهو مع تشو اللي بيقول انه هيحكي تفاصيل موته بنفسه وبيطلع تشو على المسرح وبيقول ان السبب اللي حصله هي اان فبتخاف اان وبتحاول تمشي بس الصحافيين بيتلموا عليها وبيكمل تشو كلامه وبيقول ان في ممارضة حتطلو مخدر بس قبل ما يفقد الوعي تماما شاف اان ولما فقل ليه نفسه متكتف ومخطوف وان الجثة اللي هما شافوها دي مش جثته هو والحرص اللي كانوا بيحرصوه قالوله ان اان هي اللي عملت كل ده وكمان قالتها تدفع لهم المبلغ اللي هما عايزينه بس هو بيقدر بطريقته انه يهرب منهم ويروح للينج على طول ولما بتلاقي ان نفسها تكشفت بتروح وبتقول للينج انها مش هتقوله على الشخص اللي بيساعدها لانها عايزة يعيش في قلم معاسية وبتيجي الشرطة وبتبض عليها وبعد ما بيخلصوا بيقول لهم تشو ان صادقته مستنيات وصله وبنعرف ان اسمها جايو وتبقى دي اول حد شافه لما هرب وهي اللي ساعدته بالدراجة النارية بتاعتها وبيبقى متفق معها يديلها فلوس ويمشي تشو وبيلاية عربية بتقف جنبه وبيبقى والده وعايزه يرجع للبيت بس تشو بيقوله انه مش هيرجع لكن بيلاقي ان والده صحيته وحشة وكان هيفقد الوعي وبيعرف انه تعبان في قلبه لما عارف انه مات فبيروح تشو مع البيت وبيحكي له والده على قصة والدته وبيقوله انه هو صغير والدته عرفت انه كان هيتجوز عليها وبتبقى جوازة شغل بس لكن والدته مش بتستحمل وبتسيب له البيت ومش بتفكر في تشو نفسه ومن وقتها وهو بيحس بالغضب كل ما بيشوفه شها فيه ودلوقتي هو حاسس بالندم وبيحاول يصلح كل حاجة فبيقرر التشو انه يديله فرصة وبيقوله يستنع علشان يتعاشه سوا وبالفعل بيرجع تشو بالليل وبيتعش معاه وبيقوله انه هيرجع يعيش معه تاني وبترجع تاني سيئة لشغلها وبيجيلها فيلم جديد وبيبقى دور شرف مع تشو وقبل ما تسافر علشان تصور الفيلم بيديلها لينج حلق في جهاز تتبع علشان يحميها لو حصل حاجة وبتكون سيئة في المول بتشتري لبس ولكنها بتلاقي واحدة بترقبها وبتحس انها شافتها قبل كده فبترجع لبيت وبتمسك إلبوم الصور بتاع لينج وبتفضل تدور على الصور وبتعرف ان الستي دي هي والدة لينج فبتتصل سيئة بوين وبتقوله انها عايزة في خدمة وهي انه يدور لها على مكان وحدة علشان يديلها خصوصيتها وبتروح سيئة علشان تقابل تشو وبتقوله انها عايزة تعرف منه حاجة وبتقوله انها شكا وبيحبها فبيخبي تشو مشاعره وبيضحك وبيقولها انها اخر وحدة هو ممكن يحبها ده كمان ممكن يحب لينج ولا يحبها وبيقولها انها صحبته وبس وبيقناها انها مش اكتر من صحبته لحد ما بيجي لها مكالمة من وين وبتعرف مكان والدة لينج وبتبقى رايحة تقابلها وبتسيب تشو وبيكون تشو راكب عربيته بس بيشوف جايه وبيقف لها علشان يديلها فلوسها بالمرة بس هي بتقوله ان دراجتها عطلانة ولازم توصل طلبات لشغلها وبتقدر تخليه ركبها ويوصل معها الطلبات وبيحس كده انه ممكن يقع في حبها وبتروح سيئة لوالدة لينج اللي اول ما بتشوفها بتقولها انها كانت مستنياها وبيعودوا سوا وبتحكي والدة لينج انها سابت لينج علشان والده كان متصلت ومش قادرة تعيش معاه وما كانتش قادرة انها تاخد معها لينج علشان كده هي تجوزت وبعدت عنه ومن سنة ونص والد لينج مات فراحت تزوره بس كان لينج مش طيقها وقال لها انه مش عاوز يشوفها تاني فبتقولها سيئة انها هتحاول انها تقربهم تاني من بعض وبتفضل والدة لينج تروح لهم البيت في السر وبتدي سيئة اكله علشان تغذي ابنها وكمان بيحس لينج ان الاكل ده بتع والدته بس بيكدب نفسه لحد ما في يوم بتستغل والدة لينج ان ابنها في الشغل وبتروح لسيئة وبتطبخ معاها لابنها علشان لما يرجع الي اكل بس بيجي لينج وبيكون عاوز يفاجئ سيئة ولما بيشوف والدته بتعصب وبتردها من البيت ولما سيئة بتحاول تهدي بتعصب عليها يا كمان وقبل ما ينام وبيروح لينج وبصالح سيئة وبيقول لها انه بيقرح عيد ميلاده لان والدته سابته في اليوم اللي تم فيه 8 سنين ومن ساعتها وما يعرفش عنها حاجة وثابته مع والده اللي كان قرب يخليها انتحر من التسلط اللي هو فيه فبتهدي سيئة وبتقول له ان كل حاجة تبقى كويسة وما بيقدرش لينج ينام وبيسيب له غرفة وبينزل يوعد مع نفسه فبتنزله سيئة وبتلاقي ماسك صورة والدته وبيعرف انه بيشتق لها وبيقول لها انه ما حسش بالامان من بعد والدته غير لما هي دخلت حياته فبتعرض عليه سيئة انه يتكلم مع والدته ويصلح لبينهم فبتلاقي ان لينج بيوافق من غير ما يجادلها وكأنه كان مستني الفرصة دي وبيقول لها انه هيستنيها بكرة وبالفعل بتيجي والدت لينج وبيستقبلوها ولما بيسمعوا صوت الكلب وكأن في حد برة فبيطلع لينج وبيشوف مين وبيلاقي نان وبنعرف انه ناني بقى ابن جوز والدت لينج وبيكون لينج بيكرهه بس هو بيبين للناس انه بيحبه زي أخوه فبتضطر والدت لينج انها تمشي علشان ما تضايقش ابنها اكتر من كده وبيعرض عليها ناني يوصلها للفندق بتاعها وبتوافق بس لما بيوصلها لغرفتها بيخنقها من رأبتها وبيقولها انه مش هيسبها هي وابنها في حالهم وبيبان عليه انه مختل نفسيا وكل هدفه انه يأذي لينج وبتعرف سيا من لينج انه سبب كرهه لنان ان اليوم اللي والدته هربت من البيت كانت رايحة تركب عربية جزه الجديد وبيشوف نان راكب مع والدته في العربية فسيا بتقوله انها كانت عارفة من بدري لانه يبقى صاحب الكلب اللي كانت تاية وما كانتش بتشوف منه غير كل خير بس لينج بيقولها انه عارفه كويس وبيقولها تبعد عنه وتاني يوم بتكون سيا في مشواره وبيتلاقي نان في وشها وبيقولها انه اكيد لينج قالها تبعد عنه وبيعود يشربه حاجة سوا وبيفضل يكلمها على قد ايها وبيحب لينج بس لينج مش بيحبه بس في نص الاعداء بتحس سيا انها عايزة ترجع وحس انها دايخة فبيقولها انها انت روح تكشف لانها ممكن تبقى حامل وبالفعل بتعمل سيا اختبار حمل وبتطلع حامل ولكن اول حد يعرف هي فيفي وبتقولها انها تقول لينج لما يرجع من السفر لانه في سفرية شغل وكمان اليوم ده بيصادف عيد ميلاده وبالفعل بتحضر سيا حفلة لينج وكمان بتجيب والدته وكل اللي بيحبهم وبتقولهم انها تروح تستقبله في المطار وتجيبه بس بعد شوية بيدخل لينج البيت ويفرح جدا من المفاجأة دي بس بيسأل عن سيا فلما بيقولوله انها كانت رايحة تستقبله بيقال لانه ما شافاش في المطار وبنعرف ان سيا تخطفت ومش بتبقى عارفة هي فين وبيروح لينج يدور على سيا وبيلاقي عربيتها وهي مش موجودة فبتأكد انها تخطفت وبنروح لسيا وبنلاقي تونج دخل عليها وبتكون جايبالها اكل فبتحاول سيا انها تستعطف تونج ويتخليها تجيب لها الحلقة الي لينج الجبهو لها وبالفعل بتروح تونج علشان تجيبه وفي الوقت دا بيكون لينج بلغ الشرطة ولكن بيلاي رسالة بموقع لينج وبيكون في الوقت دا تونج ديتها الحلقة بتاعها بس بيدخل نان وبتعرف سيا ان هو اللي خطفها وبيأخذ منها وبيعرف ان جوا جهازي تبع وبيأخذها من شعرها علشان ينقلها لمكان تاني وبيروح لينج للمكان دا وبيعرف انه نان اللي خطفها بس مش بيلاقيها وبيعرف انه كان بيلعب بيه لكن هو مش بيئس وبيروح لولدته لانه بيعاوز يعرف ليه نان بيكرهه فبتقول لولدته انها لما تجاوزت والده ده سبب صدمة لولدة نان وماتت بسببها ومن ساعتها وهو عاوز ينتئم منها فبيقول لها لينج ان جاوزها دمر حياته هو صغير وكمان هو كبير وبيجي وانه بيقول لينج ان الشرطة قدرت تحدد مكان نان فبيروح معاه وبالفعل بيروح وبيقتحم الغرفة اللي هو فيها بس مش بيلاقيه حد وبيكون نان عارف ان الشرطة قدرت تلاقيه فقرر انه يغير مكانه وبالفعل بيروح نان لبيت على الطريق السريع وبيبقى مخطط في دماغه انه هيقتل الجنين اللي في بطن سيا وفي يوم بيدخل نان على سيا وبيلاقيها بترسم فبتجيله فكرة وبياخد منها الرسمة دي وبيتواصل مع لينج وبيخليه قابله لوحدهم وبيقول له ان اي حاجة هيعملها مش هيئزي حد غير سيا وبيديله رسمة سيا وبيكون عارف ان فيها وصف للمكان اللي هما فيه فبيرجعوا بيربط سيا وبيقول لها انه مش عبيته فاهم اللي هي بتعمله وبيقول لها انه مستنى لينج علشان يخلصوا الموضوع ده بنفسهم وعلى طول بيوصل لينج وبيبقى عاوز ياخد سيا ولكن نان بيطلع المسدس وبيقول له ان اي حرقة يقتل ابنه ولكن تونج بتحس بالزنب وبتضرب نان وبتخليه وقع المسدس وبيروح لينج وبيضربه ولكن في الاخير بيقدر يوصل نان للمسدس تاني وبيضرب طلقة ناحية سيا ولكن بياخدها لينج مكانها وبتكون الشرطة وصلت للمكان اللي هما فيه فبتقول تونج لينج يهرب وهي هتتحاسب على كل ده مكانه واللينج بيفقد الوعي بين ايدين سيا وبتروح جدة لينج للمستشفى وبتلاقي والدته هناك فبتتجاهلها وبتبقى لانا على حفيدها جدا ولكنها بتطمن سيا اللي بتبقى على اعصابها وبيعرف وين اني نان تقلب بالعربية والعربية واللعت وما حدش يعرف هو عايش ولا لأ وبيطلع الدكتور وبيقولهم انه نزف دم كتير ودخل في غيبوبة وبيبقى عاوز معجزة علشان يفوق وبتفضل سيا جنب لينج وكل يوم ومستني اللحظة اللي هيفوق فيها من الغيبوبة وفي يوم بيروح تشو علشان يفطر مع والده بس بيلاقيه بيسأله مين اللي بيدري الشركة بتاعت لينج دلوقتي فتشو بيقوله يشيل الأفكار الشريرة دي من دماغه بس والده بيقوله انه ظلمه وبيعرفه انه سمع من المستثمرين ان فيه حد في إدارة شركة لينج بيعمل تصويت علشان يترده من الإدارة فبيجري تشو علشان يعرف وين اللي بيدري الشركة وفي يوم بيتلاقي سيا ان والده لينج بتدور على ورق مهمة في مكتب لينج بس سيا بتخليها تطلع من المكتب وبتعمل نفسها مش عارف حاجة وبنعرف انه وين عارف اللي بيحصل من وراه في الشركة وراح قال لسيا ان والده لينج بتحاول انها تستولى على الشركة علشان مصالحها الشخصية وتاني يوم بيكون في اجتماعها يحدد رئيس الشركة الجديد ولما والده لينج بتشوف سيا بتتصدم وبتقولها يا بتعمل ايه بس سيا بتقولها انها عارفت هي عايزة تعمل ايه وجاية لانها وكيلة لينج الرسمية وبيكون معها تشو ويبقى وكيل والده وبيعملوا التصويت وبنعرف ان وين وسيا كانوا طول الفترة اللي فاتت بيقنعوا رجال الاعمال علشان يخله لينج رئيس للشركة زي ما هو وفعلا ده اللي بيحصل وبتخسر والده لينج التصويت وبتروح لها سيا وبتقول لها انها اوقح ام شافتها في حياتها فبتقول لها والده لينج انها انانية فعلا بس كان لازم تنتهز الفرصة دي وتاخد مكان ابنها ومش بتبقى حاسة بالزنب حتى وبيرجع تشو لوالده هو فرحان وكمان بيفتكر كلام والده وهو بيديله التوكيل وبيعرف ان الشركة بتمر بازمة ووالده صحته مش مساعدها فبيقول تشو لوالده انه هيدرس ادارة اعماله ويعتزل التمثيل علشان يساعده في الشركة وفي يوم بتكون سيا جامبلينج وبتفضل تعيط وهي مسك ايده وبتلاقيه بيقولها تبطل عياط علشان صدعته فبتقوم وهي فرحانة وبتكون حالته تحسنت وبيقولها الدكتور ان المعجزة حصلت بس لسه هو محتاج يرتاح وسيا بتشوف تشو بيكون واقف مع البنت اللي كانت مستنية لما تخطف وبتحس من بعيد انهم لقين على بعض وكمان بتحس انه ممكن يكون فيه بينهم حاجة فبتقعد معها وبتتعرف عليها وبتفضل سيا تحرج في تشو وتقوله انهم لقين على بعض وبيخرج لينج من المستشفى بس قبل ما يرجع بيته بيعدي على والدته اللي بتكون مجهزة حاجتها علشان تسافر ولينج بيقولها انه عارف هي عملت ايه لما كان فاقد الوعي بس هو مش جاي كلمها في كده ولكنه بيقولها انه كان عارف انه ماينفعش يسامحها بس بيشكرها لانها قدرت تثبت له ان سيا تستهل حبه وهي اللي هتحافظ عليه وبيسيبها وبيمشي وبتروح سيا مع فيفي للعرض الاول لفيلم تشو ولكن فيفي بتسيبها علشان تروح تتكلم مع مخرج في شغل لكن بيجي واحد لسيا وبيخدرها وبيخطفها وبعد شوية بيدور تشو عليها ومش بيلاقيها فبيعرف انها تخطف التاني وبيكلم لينج وبنعرف ان اللي خطفها هو نان وبنعرف انه ما ماتش وبيتصل بلينجو وبيقول له ان المرة دي هيئذيه في اعز ما يملك بس بيبقى عاوز يعزبه ويلعب بأعصابه شوية لكن تشو بيكون كلم الشرطة وضربه بالرصاص وقدرت سيا تهرب وبيتقبض على نان وبيرتح لينجو وتشو منه اخيرا وبعد 8 شهور بتكون سيا على مشارف الولادة وبنعرف ان تشو بقى في علاقة رسمية مع جايو وكمان بيعترف وينلي فيفي بحبه بس بتعطيهم سيا وبتصرخ لانها بتكون بتولد ولكنهم كلهم بيكونوا جنبها وبيشجعوها بكل حب والحد هنا بيخلص المسلسل